السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلامي مقرب جدا من النادي الأهلي يكشف مفاجأة صادمة عن مصير كهرباء فجر أبو المعاطي زكي المقرب من إدارة النادي الأهلي مفاجأة كبيرة حول مصير لامحمود كهرباء لعب الفريق الأحمر أبو المعاطي عبر فيديو من فيديوهات الرخمة اللي بيخرج بها باستمرار عبر الإنترنت أكد أن هناك صدام حالي بين الأهلي وكهرباء وذلك بسبب تأخر لا في دفع الغرام الموقع عليه لصالح نادي الزمالك من جانب الاتحاد الدولي لقرة القدم أكد أبو المعاطي الذي يعتبر من الدعمين بقوة للنادي الأهلي على حساب زمالك عبر سوشال ميديا أن الصدام قد يصل باللاعب إلى حد الرحيل عن النادي الأهلي وعرضه للبيع أبو المعاطي أكد أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مستاء من تصرفات اللاعب محمود كهرباء ومن المطالبة في دفع الغرامة خاصة وأنه تم دعمه بشكل كبير الفترات الأخيرة خاصة وأن مسؤول الأهلي نفذوا كل المطلوب منهم في وعودهم مع اللاعب ولكن اللاعب رفض دفع أكثر من 8 مليون جنيه متبقية من الاتفاق وهو ما يعتبره مجلس الأهلي عدم وفاء بالاتفاق بينهما واستكمل أنه في حالة إيقاف مجددا سوف يتحمل اللاعب الغرامة كاملة وسوف يتم عرضه للبيع يذكر أن اللاعب هرب من نادي الزمالك منتصف عام 2019 ونجح الزمالك بالانتصار من خلال حكم قضائي نهائي بتغريم اللاعب مبلغ 2 مليون دولار وفوائد مستمرة على المبلغ وتضعفت الفوائد باستمرار حتى وصل المبلغ تقريبا إلى 2 مليون ونصف دولار إلى جانب غرامة تأخير قدرها 30 ألف فرانك وتحولت القضية مؤخرا إلى لجنة التأديم في الاتحاد الدولي لو قرت القدم الفيفا عبر جلسة يوم 3 أغسطس المقبل وقد تشهد قرار ضد اللاعب يلا فداية ترجمة نانسي قنقر